مرحباً، مرحباً، اسمي رامي عبدالحي، لا أعرف كيف تتذكروني أخر فيديو نزلته كان قبل شهر ونص، والفيديو قبل شهرين، ندري ثلاثة شهور، لا يوجد أحد أعرف وين أنا؟ لماذا أختفي؟ هل سأترك اليوتيوب؟ لماذا أنا غبي؟ في هذا الفيديو سأشارك معكم وين أنا أختفي آخر شهرين وسأخبركم ماذا سيحدث بهذه القناة لحتى نعرف ماذا سيحدث بهذه القناة وما حدث فيني، هناك ثلاثة شغلات مهمة يجب أن تعرفونها أنا سافرت على المكسيك، حياتي ما تتخيل أن تذهب إلى المكسيك والدهل، لكن قدرت أن تذهب إلى مدة أسبوعين وصور دعاية وهلأ الشركة فتحت في دبي، حرفياً أنا سأذهب إلى محلًا إلى دبي، فتروني بالصلاة تبعيتهم من هلأ على الأقل لسنتين جاين إذا رحتوا إلى هناك ورأتوني، صوروا ستوري وعملوا لي تاك على الإنستغرام، بنزل عندي مضمونة الشغلة الثانية اللي كنت مشغول فيها هي أني شاركت بعرض أزياء، هذا العرض الأزياء كان لأكبر مصمم أزياء بتركيا كلها، وبس ما بعرف شو ضيف غير هيك وشغلة الثالثة والأهم ويلي هي بتفسر ليش أنا قاعد هلأ بغرفة أوتيل على الأرض وعم صور فيديو بنص الصحراء، شوفوا نايس، ما نبين شيء، أوكي، شفتوا أنه صحراء، انتبهتوا أنا والحمد لله انقبلت بأول فيلم هوليوودي إلي فيلم هوليوودي نظامي، هلأ الدور بسيط فما كنت تتحمسوا، بس مع ذلك هي بداية أنا قبل سنتين كنت بحلب عم بتفرج على هدول الأفلام نفسها، وهلأ أنا فيها من هلأ لجل التسابيع رح نكون بالصحراء عم نصور هاد الفيلم وبيطلع بعد سنة ووقت بقدر شاركه معكم وشارك كل التفاصيل طول الوقت وأنا عم صور هدول الدعايات أو عم أعمل عرض أزياء أو شو ما كان عم فكر باليوتيوب وحاسس بالزنب وحاسس بشعور بشعب ما عم بقدر استمتع باللحظات وما عم بقدر استمتع بنجاحاتي لأنني حاسس أني أنا مهمل القناة أنا بحياتي كلها كان عندي هدفين الهدف الأول أني صير يوتيوبر وأعمل فيديوهات الناس بتحبه والهدف الثاني أني صير ممثل بالأفلام اللي أنا كبرت وأنا عم بحضرة ما بدي شغلي بالتمثيل والدعايات وهدول الشغلات توقف بوش حلمي الثاني اللي هو اليوتيوب إذا أنتم بتحضروني على الإنستغرام بتشوفوا أنه وصلني الدرع الدهبي من اليوتيوب لأنه وصلنا لمليون مشترك وأنا ما نزلت حتى فيديو احتفال ما نزلت أي شي لحتى فرجيكم أنه نحن حققنا شي فضيع كنا نحلم فيه أو كنت أنا أحلم فيه بس نحن ساوينا سوا لأني حاسس أنه أنا ما بستحق هذا النجاح شلون بقدر احتفل أنه أنا عندي مليون مشترك إذا أنا ما عم منزل فيديوهات متل ما مفروض كون عم منزل وهذا كله بيودينا للنقطة الرئيسية أنه أنا هلأ بمرحلة تكتيك لإعادة هيكلت المحتوى اليوتيوب بما يتلقى مع اللايفستال الجديد تبعي إذا هذا الشي كله ما مفهوم وليش عم تقول تكتيك وهيكلت وكلمات أنت حتى مالك فهمانا إذا بدي إياكم تطلعوا من هذا الفيديو بأي فكرة هي أنه أنا ما نسيت القناة وهي هدف كبير عندي بس بنفس الوقت أنا عم بمر بشغلات كتير صعبة وعم بضغط نفسي كتير لحتى أقدر وصل بالشي التاني يعني أنا بحلم فيه أنا مبسوط أنه أنا لما ما ننزل فيديو أنتو بتصرعوني على الإنسترغرام وبكل محال تقول لي وين الفيديوهات وهذا الشي بحفزني وبيذكرني أنه أنا عندي متابعين لازم ننزللهم طريبا جدا رح أبزل جهد أكتر لحتى توازن بين اليوتيوب والتمسيق ورح تشوفوا هذا الشي معكوس على القناة إذا أنتو لسه متذكرين من أنا شكراً إذا ما متذكرين مرحباً أنا رامي عبد الحي بشوفكم فيديو الجاية